السباحولي كده أبتدي الأول مع حضرتك وأسألك الفكرة جت إزاي والهدف منها نكون تسفروا تنزانيا وتتسلقوا أعلى قمة جبل في أفرقيا هي الفكرة جت من أكش أو واحدة معنا في الفريق أليكزاندرا حتم بالستين سنة وعايزة تحتفل بالستين سنة وهدفها كان تطلع جبل كلمانجيرا وتحتفل به هناك فقالت لي أماني إيه رأيك تيجي نعمل الموضوع ده مع بعض على أساس يعرفاني أن أنا بعمل في الرياضة فقلت لها ما عنديش مانع بس ما تيجي بقى نجيب شوية سيدات معنا من مختلف الأعمار عشان تبقى في نفس الوقت تشجيعا لإيه لإننا نحن ندي أوريونس للسيدات أنه ممكن يحققوا حاجة زي كده في أي وقت وإن شاء الله ننجح فهي جات من كده عيد ميلاد أنت فريق إيه في الأول يعني كلمين على فكرة مصريات بتعملوا إيه يعني هل كنتوا يونت في الأول بتعملوا حاجة معينة لا على فكرة مش كلنا كنا نعرف بعض بس أليكزاندرا عارفاني من السبورتس اللي أنا بعمله لأن هي بتكتب بردو فأنا قلت لها لما نجيب البنات التانيين كلهم كان ديفرين بس كانوا بيتسلقوا ليه عشان خدنا بعض ورحنا أعملنا سامتي كاترين رحناها مرتين وطبعا جومانا أنا أعرف أنها بتلف العالم بكل الحاجات اللي بتعملوا بالنسبة للستاند اوب بادو وبالنسبة للتسلق فقلت لها إيه رأيك وافقت على طول وجمعنا مع بعض وتلانا نروح بقى لجومانا وكلمينا بقى الاستعدادات ازاي استعديتوا انكم تروحوا تتسلقوا كلمانجارو في تنزانيا احنا بنتكلم على قمة بتصل الى 6000 متر 6000 متر يعني من النقطة اللي تحت خالص لغاية قمة كلمانجارو 6000 متر الاستعدادات اشتغلتوا على نفسكوا ازاي وعملتوا التجربة دي ازاي والله أنا بلعب تسلق من زمان يعني انا بحب ان انا اروح واطلع جبال طلعت جبال كتير قوي في مصر وكلها بسافر بطلع جبال وفي نفس الوقت كنت قبل كده لعبت رياضات فيها تحمل فكنت عارفة ان اوكي طيب انا عملت حاجات كده شبه كده قبل كده كان العائق الوحيد بالنسباني ان انا مش عارفة هعمل ايه على الارتفاعات العالية احنا كله لما بنتلع فوق سطح الارض الاكسجين بيقل طب هنعمل ايه بقى دي حاجة ما بنعرفش نتضرب لها فده كانت الحاجة اللي انا مش عارفة هعرف هتعمل معاها ازاي بس في العموم احنا الفريق بتاعنا تمانية ومش كلنا ساكنين في الكاهرة في محافظات اخرى وفي كمان برا مصر فكننا طول الوقت على تواصل طب مين بيتمرن ازاي مين بيعمل ايه وهكذا وبنشجع بعض علشان نشوف طيب احنا ازاي نبقى مستعدين كلنا اليوم اللي هنبدأ نطلع في التصالح اشتركوا في القناة